بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع من مدارس النظم الفنلندية معكم المعلمة آية حمد سنبدأ اليوم في درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان بطولات من الأردن بعنوان بطولات من الأردن سنقوم أولا بقراءة الدرس قراءة جهرية سليمة خالية من الأخطاء وبعدها نتعرف على معاني المفردات الجديدة ونوضح الأفكار الرئيسية الواردة في النص ويتوقع منك عزيز الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادر على قراءة الدرس قراءة جهرية صحيحة ثانيا التعرف على معاني الكلمات الجديدة ثالثا التعرف على خطورة المسطحات المائية رابعا أن نقدر الدور الذي قام به رجال الدفاع المدني لنبدأ أولا بالنظر إلى الصورة في النص تأمل الصورة هنا ماذا تجد؟ نجد أن الدرس يبدأ بصورة لعائلة تتنزه على شاطئ البحر ترى ما علاقة نزهة هذه العائلة على شاطئ البحر بعنوان بطولات من الأردن ومن المعروف أن بطولات تعني أعمال بطولية أعمال فيها بطولة ترى من البطل الذي يتحدث عنه النص وماذا حصل في هذه الرحلة كي تسجل بطولة من بطولات الأردن؟ لنستمع إلى قصة الدرس كي نعرف السبب تابع معي عزيز الطالب باهتمام بطولات من الأردن على شاطئ البحر الميت كان الوالدان يستمتعان بالنظر إلى طفليهما مريم وماهر وهما يلعبان بسعادة فجأة هبت عاصفة سحبت الطفلين إلى عرض البحر بدأ الوالدان يصرخان ويستنجدان فتجمهر الناس لكن أحدا لم يجرؤ على المغامرة بدخول المياه وما هي إلا لحظات حتى اختفى الطفلان وراء الأمواج مضت دقائق وقد استبدى القلق بالوالدين على طفليهما فإذا بأحد أبطال الدفاع المدني في أردننا الغالي يقفز وسط الأمواج لإنقاذهما فسحبته كما سحبت الطفلين واختفاه والآخر عن الأنظار توجه المنقذ إلى مريم فوجدها متشبثة بيد أخيها وهما يصيحان وقد أشرفا على الموت في هذه اللحظة الحرجة تدخل البطل من رجال الدفاع المدني وطلب إلى الطفلين الهدوء والتنفس من الأنف وعدم ابتلاع مياه البحر الشديدة الملوحة وحاول العودة بهما إلى الشاطئ لكن الأمواج حالت دون ذلك وبعد ساعات في عرض البحر عم الظلام أرجاء المكان وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير ومع ساعة الفجر الأولى تمكن البطل من الوصول إلى شاطئ البحر الميت في منطقة أريحة بفلسطين ومعه الطفلان وقد استنفذ طاقته تماما فأجريت له وللطفلين الإسعافات الأولية بعد ستة عشرة ساعة عصيبة عاشها الوالدان ارتدت الروح إليهما حين ضق جرس الهاتف فسمعت الأم صوتا يقول ماما أنا مريم وأخي ماهر معي نحن بخير لم تصدق الأمة سمعت ثم سقطت مغشيا عليها حظي البطل المنقذ بلقاء سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وتكريمه فقد أمر بترقيته ومنحه وثامة تضحية والفداء تقديرا لشجاعته وبسالته التي ليست غريبة على أبناء الدفاع المدني إذن نعود الآن إلى الصورة قلنا أن الدرس يبدأ بصورة لعائلة تتنزى وسألنا ما العلاقة بين النزهة وعنوان الدرس لاحظنا من خلال الدرس أن هناك فعلا بطولة تستحق أن تسجل من بطولات الأردن والبطل الذي قام فيها هو رجل من رجال الدفاع المدني الأبطال والدرس الواجب أن نتعرف عليه اليوم هو إدراك خطورة المسطحات المائية لنتعرف أكثر من خلال ذكر مراحل هذه القصة في الفقرة الأولى أولا بينما كانت العائلة تجلس مستمتعة على شاطئ البحر والطفلان يسبحان بالقرب منهما ثارت عاصفة قوية جدا جعلت الأمواج تأخذ الطفلين إلى وسط البحر فأخذ الأم والأب يصرخان ويطلبان المساعدة والنجدة من الناس فتجمع الناس حولهما ولكن لم يستطع أي أحد منهم مساعدة أو إنقاذ الأطفال الذين اختفوا في وسط هذا البحر لم يستطع أحد إنقاذ الأطفال خوفا من الأمواج العالية التي جعلت المياه تصبح عالية ماذا حصل بعد ذلك؟ ننتقل إلى الفقرة الثانية في الفقرة الثانية تخبرنا عن خوف الوالدان خوف الوالدان كثيرا وفجأة قفز أحد رجال الدفاع المدني وسط الأمواج لكن هذه الأمواج كما قلنا كانت قوية جدا سحبت هذا البطل إلى وسط البحر واختفى هو أيضا لكن بعد فترة تمكن من إيجاد الطفلة مريم ماذا كانت تفعل مريم في هذه الأثناء؟ كانت تمسك بيد أخيها بقوة كانا يصيحان من الخوف ومن البرد ومن الظلام وقد قاربا على الموت فأمسكهما هذا البطل وطلب منهما الهدوء والتنفس من الأنف وعدم ابتلاع مياه البحر لأنها شديدة الملوحة وحاول الوصول بهما أحبائي إلى الشاطئ لكن هل تمكن من ذلك؟ نعم لم يتمكن من الوصول إلى شاطئ البحر فأظلم المكان وانخفضت درجات الحرارة وأصبحت المياه أكثر برودة عند حلول المساء والظلام إذن ماذا حصل بعد ذلك؟ بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة الثالثة مع حلول الفجر استطاع هذا البطل الوصول بالطفلين إلى شاطئ البحر الميت في منطقة أريحة الموجودة في فلسطين الشقيقة ولكن في هذه الأثناء وبسبب الساعات الطويلة التي قضاها هذا البطل بالبحر وحاول أن يفعل كل ما يستطيع وحاول إنقاذ الأطفال والوصول بهم إلى الشاطئ لكنه شعر بالتعب بعد ذلك عند وصوله بأمان إلى الشاطئ هو والأطفال شعر بتعب لقد نفذت طاقته تماما فقاموا بإجراء الإسعافات الأولية لهذا البطل والطفلين بعد ذلك بعد ذلك وبعد مضي 16 ساعة صعبة على الوالدين من الخوف والقلق والدعاء والبكاء فجأة رن الهاتف فإذا هي بمريم تطمئن أمها وأخيها أنها بخير والحمد لله فرحة الأم فرحة شديدة جدا لم تصدق أنها تسمع صوت ابنتها بعد أن فقدت الأمل بعودتهما بعد أن فقدت الأمل سقطت فاقدة للوعي من شدة الفرح وفي نهاية النص وعند عودة البطل إلى أرض الوطن قام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله بتكريمه فقد أمر بترقيته أي أمر بإعطائه رتبة أعلى ومنحه أيضا وسامة تطحية والفداء لماذا؟ لأنه فعلا كان شجاع وهذا ليس بغريب على رجال الدفاع المدني فمن صفات رجال الدفاع المدني الشجاعة والبسالة إنقاذ الناس من الكوارث التي قد تحصل وهذا الرجل فعلا كان يستحق هذا التكريم وكان يستحق أيضا أن تسجل باسمه هذه البطولة من بطولات الأردن لنتعرف الآن على معاني المفردات هبت بمعنى ثارت أو هاجت عرض تعني وسط يستنجدان بمعنى يطلبان المساعدة تجمهر بمعنى تجمع استبدى بمعنى اشتد متشبثة بمعنى متمسكة أشرفة تعني اقتربة الحرجة تعني الصعبة حالة تعني منعت عمى بمعنى حل استنفذ أي بذل كل جهده عصيبة شديدة وصعبة ارتدت بمعنى عادت أو رجعت مغشيا بمعنى فاقدة للوعي أو بمصطلحاتنا نقول مغمى عليها حظية بمعنى نالة ترقية رتبة أعلى منحة تعني أعطى أو وهبة بسالة تعني شجاعة ماذا توصلتم أعزائي بعد شرح هذا الدرس؟ بعد شرح هذا الدرس لابد لنا أن ندريك شكرا للمشاهدة